لاجئون سوريون في تركيا عادوا مجددا إلى الخيمة بعدما دمر الزلزال منزلهم بقي الأطفال دون والدهم الذي توفي مع شقيقتهم تحت الأنقاض وهم يعيشون الآن في خيمة عمهم بمدينة إصلاحية في غازي عنتاب فكرت بزلزال مثل أي يعني هزي أرضي عادي وقعت لي قبت شوي يعني نايم الصغير هذا عيميني والمرحمة عليه ساري شلت اللي صغير وطلعت فيه لبرة لقيت ولادي هذول الاثنين أمروا محمد قدامي برة طلعت أبوه عن الله يرحمه فات ليحضن منتج قد ورانا فورا هدم البيت ما يعز هذه العائلة هو نجاة سمر أكبر إخوتها بعدما بقيت تحت الأنقاض ليوم واحد أنا كنت نايمة على الكنباي فلما صار الزلزال وقعت من الكنباي على الأرض وما لا خبر أنه بقع البيت كلياته ضلت سابت محلة حطت الحرام فوق رأسه وضلت سابت محلة بعد أن اسمعت أبوه واخته كان عم بيصيحه أبوه كان عم بيصيح لأمه وعن بيقل لأنه رأسه عما يجعون بس أنا كنت فكرت أنه هو معي بنفس الغرفي فضلت عم بصيحه وما كان يرد علي لأن صوته يعني كان بعده ببصالوا فصار يسيحه برا أتراك وسوريين أنا هنا رديت عليهم لما أعرف أن أنا كنت موجودة تحت البيت صار يقولوا أنه في صوت تحت البيت دين هنا يجوا يعني صار يحفروا بالحيطان طالعونا نفجي يعني ما أنا كبير كتير هيك قد بس شقيق الأب يؤكد أنه لم يستطع انتشال جثة أخيه في بداية الأمر ورغم طلبه للمساعدة لكن انتشال الجثة تم بعد ثلاثة أيام جيت رقيت من بيتي لبيتهم لقيتهم كلتهم بره بهالتلج بهالمطر بهكي عبتغلي مرته أنه مصطفى ما بيين هو وبنته كسرت شغفت حيط مصالون وفت عليه وهكي جاي ما في متر يمكن من الأرض لا في متر ونايم هيكين يوم اطلعت هيك من بعد شفت إيدو إيدو هيك قريب على ورا ما بيين غير صابعو إيدو يعني جيت نبشت بالحجار وبالبلوك وهيك لحتى بيينته بين ظهره وبنته تحت المنه نبش نبش ما حسنت لأن الصب ينزل على رأسه والله ما عافينا وبعدين صرنا نطلب مساعدة ما في حدا أجل ساعدنا ظل ثلاثة أيام واليام الرابع حتى حصلنا نطالعه توفي الأب وابنته وترك بقية الأطفال أيتاما كحال آلاف الأطفال الذين فقدوا ذويهم رحل عمود البيت وهو مصطلح يطلقه السوريون على رب الأسرة وما أكثر الأسر التي بقيت دون معيل زيدان زنجلو العربية من مدينة إصلاحية غازي عنتاب ترجمة نانسي قنع